بشكل سريع النهاردة كان فيه طبعا مران لنادي الزمالك احنا شفنا ان رئيس نادي الزمالك كان قد اعلن ان جروس هو خارج الحسابات وخلاص عقده بيخلص خلال ساعات قليلة واللي احنا شفناه وحتى طريق سلام رئيس النادي عليه في البروتوكول اوحت الينا جميعا ان الالاقة قد انتهت تماما 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 ومن ثم هو حضر تدريب النهاردة وكل الفريق يعلم ان ايامه باتت معدودة ادي هذا اللقطة حتى قدام حضراتكم يعني توضح تماما ان الالاقة اصبحت منتهية تماما بين نادي الزمالك وبين الكوتش جروس هو هيقود مباراة الخميس جروس لكن اصبح في حسبان اللاعبين ان جروس ليس هو المدير الفني الذي سيقود الفريق خلال الموسم القادم لكن من المؤكد ان اللاعيبة بتاعت الزمالك لعيبة محترفة ومش معنى ان هم عرفوا ان هو ما بقاش مديرهم الفني في خلال ساعات قليلة ان هذا الامر يؤثر على اداهم في مباراته القادمة طبعا لا خالص لانه كل الفريق يعلم ان كل نقطة قادمة هي بناء في طريق الدور العام بعد ان فقد النادي الاهلي نقطتين سمينتين امام الاسماعيلي اصبح نادي الزمالك لديه فرصة اذا فاز في الاربع مباريات المؤجلة وقبل ان يلتقي مع النادي الاهلي يصبح او تصبح المباراة الاخيرة امام النادي الاهلي يكفي فيها التعادل يعني يبع عنده خيارين امام النادي الاهلي اما التعادل او المكسب بينما لن يكون امام النادي الاهلي اذا فاز على المقاولون العرب والزمالك فاز في الأربع مباراة لن يكون أمامه اختيار إلا أن يفوز على نادي زمالك مؤكد اللي عنده فرصتين غير اللي عنده فرصة واحدة لكن اللي أنا بقوله ده ولكن مازال الطريق طويل هناك أربع مباريات كاملة لنادي الزمالك قبل أن يلتقي مع النادي الآلي وهناك مباراة وحيدة باقية للنادي الآلي قبل أن يلتقي مع نادي الزمالك ومن ثم اللي أنا بقوله ده سابق لأوانه لكن اللعيبة مؤكد عرفاه وتعلم عنها علم اليقين من كتير الفترة اللي فاتت عن تواصل الرئيس النادي مع بعض الأسماء التي كانت في الصور البعض اتكلم عن خالد جلال كابتن خالد جلال البعض اتكلم عن كابتن أحمد حسام ميدو ده كل كلام في السوشيال ميديا وعلى المواقع وكذا وكذا أمير مرتضى وفقا لتصليحاته قال أفضل مدير فني أجنبي لنادي الزمالك ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة العلم عند الله العلم عند الله